نهاردة 30 يونيو كل سنة وحضراتكو طيبين طبيعة الحال بدأت احتفالات الحكومة والنظام على مواقع التواصل الاجتماعي وفي بعض الميادين شفت يمكن تباعت مبارح احتفالات في بعض الميادين في الإسماعيلية في الجيزة في ضمنهور في البحيرة ايضا بعض الاحتفالات في صباح اليوم في بعض ميادين القاهرة بما يسمى ثورة 30 يونيو وبالمناسبة مش هقولك انزل احتفل او ما تنزلش ولا هقولك الناس اللي بتحتفل في الشارع دي غلطانة ولا الناس اللي قاعدة في البيت دي غلطانة لكن تعالى نسيب انتماءاتنا على جنب ونسيب ولاقاتنا على جنب ومش مهم اذا كنت انت تابع النظام او بتأيد النظام او حتى ضده السؤال اللي بنسأله النهاردة بعد مرور 11 سنة على 30 يونيو ماذا قدمت 30 يونيو وما الوضع بعد 11 سنة من 30 يونيو بالورقة والقلم وبالارقام تعالى نحسبها وبعد كده نشوف هل فعلا مطلوب مننا النهاردة ننزل نحتفل مطلوب من المواطن المصري ينزل في ميادين البلد من اسكندرية الحب اسوان في القائد ابراهيم في اسكندرية في ميدان التحرير في القاهرة في الاربعين في السويس في ميدان الساعة مش عارف في ضمنهور او في ميدان المحطة في اسيوت او في الميدان العام اللي موجود في اسوان هل يحق الان للمواطن للنظام للاعلام الاحتفال بذكرى 30 يونيو ولا لا بالورقة والقلم واي كلام مرسل لا تقبلوا مني ولا تقبلوا من حد تاني لا هقولك عملوا وخلوا وبهدلوا وهدوا وبوزوا وخربوا لا تعالى نحسبها بالورقة والقلم يوم 30 يونيو 2013 كان سعر الدولار حوالي كان ستة جنيه خمسة وسبعين ارش النهاردة بعد 11 سنة من 30 يونيو سعر الدولار وصل 47 جنيه وفي بعض الاوقات تعدل 50 وال60 جنيه في 30 يونيو 2013 اللي بيحتفلوا النهاردة بانجازاتها واثارها كان ديون بلدنا الخارجية فقط 43.2 من 10 مليار دولار النهاردة بعد 11 سنة من هذه الذكرى وصلت الديون 168 مليار دولار التضخم كان 14.2 من 10 في المية دلوقتي التضخم تجاوز 49.8 من 10 في المية الفقر نسبة الفقر كانت 26.3 من 10 في المية دلوقتي الفقر في بلدنا تجاوز 40 في المية بالورقة والقلم وبالمناسبة دي احصائيات الحكومة لا بجيب لك احصائيات من عندي ولا احصائيات معارضة ولا احصائيات مش عارف خارج دي احصائيات الحكومة الدولار كان بكزا والنهاردة بكزا الفقر كان كزا والنهاردة كزا سعر التضخم كان كزا والنهاردة كزا الدين الخارجي كان كزا والنهاردة كزا بعد كل ده يحق لك كمواطن انك تنزل تحتافل يحق للنظام انه يدي للناس اجازة عشان تنزل تحتافل تحتافل ايه والنور قاطع تحتافل ايه واسعار زادت من تلاتين يونيو للان حوالي ربعمية المية وخمسمية المية قديك بعض النمازج عشان نبقى بنتكلم بالورقة والقلم في تلاتين يونيو 2013 سعر كيلو الرز كان 3.5 جنيه النهاردة كيلو الرز من 25 ل30 جنيه ودي حسب اسعار الحكومة مش اسعار السوق العدس كان ب6 جنيه دلوقتي 50 جنيه الفول ب6.5 دلوقتي ب40 جنيه السكر كان ب3.5 دلوقتي سعر كيلو السكر 37 جنيه الزيت كان ب3 جنيه دلوقتي ب60 الفراخ فراخ البيضة كيلو كان بعشرين جنيه دلوقتي الكيلو بمئة جنيه كرتونة البيض كانت بستاشر النهاردة تعدت مية وخمسة ومية وعشرة جنيه كيلو اللحمة كان باربعين جنيه قبل عشر سنين في 2014 او في 2013 دلوقتي كيلو اللحمة بربعمية خمسة وسبعين جنيه انبوبة الغاز اللي حضرتك بتجيبها كانت باربعة جنيه ودلوقتي تجاوزت خمسة وسبعين جنيه في 2013 كان بيقولك النيل هيضيع دلوقتي اثيوبيا مالة الميل الاول والتاني والتالت ودخلين على الخامس في 2013 قالك بوزوا السياحة دلوقتي بلدنا السياحة باقيدك منها والقبر وستين في المية من شركات السياحة قفلت بابها وقعدت على جنب او غيرت نشاط قالك التصحر وكانوا هيبوزوا الارض الزراعية شوف الارض الزراعية حصل فيها ايه للاقي مية تتروي ولالاقي سماد تتسمد ولالاقي حتى بزور عشان تتزرع قالك الصحة والمواصلات والتعليم شوف النهاردة الصحة بيتعامل فيها ايه والمواصلات عاملة ازاي والتعليم خصخصوه بعوه والمستشفيات كمان قبل كم يوم بعوه بالورقة والقلم لا هقولك بقى انا مع السيسي ولا ضد السيسي ولا انت مع السيسي ولا ضد السيسي اقعد كده مع نفسك وحسبها حسبها قالك 36 عشان الكهرابا بتقطع كان وقتها الكهرابا بتقطع ساعتين و بفعل فاعل دلوقت الكهرابا بتقطع قانوني بامر القانون او بتصريحات رسمية ما بين تلات ساعات وست ساعات في بعض المحافزات قالك انزل عشان خاطر الغلاء شوف الغلاء ودانا الفين قالك انزل عشان خاطر الدولار شوف الدولار بيعمل ايه قالك انزل عشان خاطر مفيش تعليم شوف التعليم عامل ازاي? قالك انزل عشان خاطر مفيش حرية. ودلوقتي اللي بيكوح في قوضة نومه تحت سريره بيتعملوا قضية ويتحبس فيها بالشهر والاتنين والسنة والاتنين وتلاتة. انا قلتل حضرتك وده كشف حساب تلاتين يونيو. بعيدا انا مين وحضرتك مين? وبعيدا احنا بنتكلم بالورع والالم والارقام ودايما يقولك لغة الارقام لا تكذب ولا تتجمل. كل سنة وحضراتكو طيبين ان شاء الله تلاتين يونيو القادم يأتي علينا وحال البلد اتصلح والحق راجع لاصحابه والمواطن خات حقه في بلده زي ما بيقول القانون والدستور.